السلام عليكم أخوتي أخوتيتي ومرحبا بكم من جديد في قناتكم أخبار بلادي أخوتي في هذا الفيديو عادنا لكم واحد الفيديو كثير من الجزائريين كانوا يستثنوا فيه هل ترون المغربية اللي قاعدة تدحس على العالم الجزائري وكانت ديرها لغناء ثم الجزائريين راحوا لها وبركوا عليها أمام منزلها خليني نقولكم أخوتي بأنه بسبب هذا الفيديو دخلت للحبس نعم هشاركم معاكم التفاصيل من خلال هذا المغتري بليسكن قدامها واحكينا على تفاصيل الموضوع هذا أيضا هشاركم معاكم أخبار أخرى مهمة للغاية فمثلا خوتي الفيديوهات هذه بدأت تنتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي فيديوهات هذه خوتي يمكن أن نقولكم من المقرات تحمقكم شحة أمنوا السعودية نعم سعودية الآن ولد تستقبل العورات اللي غنوا هشاركم معاكم التفاصيل هذه والغضب اللي أثاروا هذا الموضوع في العالم العربي والإسلامي أيضا هناك أخبار أخرى مهمة للغاية حسنا لكم وزير الخارجية ولا عفوا ممثل الجزائر في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عمار بن جامع يبعث بتهديد شديد اللهجة لفرنسا ورح نشوف هذا الأمر خوتي بالفيديو أيضا التلفزيون الجزائري يقوم بفضحة نظام المخزن أمام العالم بزيدي من التفاصيل الأخرى ولكن قبل ما نبدأ في هذا الأمر خوتي الله يحفظكم نتمنى مكم تشتركونا في القناة الاشتراك التاعكم كما علي بلكم ودايما هو اللي ره يدعمنا نصدى وكل حاملات السينيال وكما قلت لكم في السابق اليوم بالله مكترح نحط لي فيديو لأنه وعاو براح حتى يتراحي أخدمت باطل نحط فيديو قيت مكتش بزيف مشاهدات قلت وقراني ضيع في الوقت ريح شوي مو بعد نرجع وقادر قاعدة ما ترجع شبتوا بالاشتراك ما يخوتوا إذا كما حابين تدعمونا اشتركونا في القناة هكا باش نكملوا يلا هالتفاصيل شوفوا معي هذا الفيديو خوتي نبدأ بهذا الفيديو المضحك هذا هو المستشار الألماني تشولز هذا خاتي هو أكبر داعم الان لإسرائيل دراهم ودراهم ألمانيا كلها رايت راح لإسرائيل الشعب الألماني على عكس ما يظنه الكثير ليس موافقا على هذا الأمر بدأ بيهم بدراهم هم يروحوا للشعب الألماني نفسه خرج هذا تشولز في البرلمان وقلهم بلي يو ديراني فخور كيفيش رانا نسيلو الأموال تاعنا وشوفوا كيف كانت ردت فيه للبرلمان الألماني تبزقوا بالضحك ما حبتش الكاميرا تطلع لأنه على برهب لي الأمر بيزار قلوا بلي أنا فخور جدا لكيفية تسيير بلدنا الأموال ووراءها مباشرة انفجروا بالضحك حتى هو تسكتش بلع فمو قلوا إيرك تعرف كفارك تصدق الإسرائيليين باش يزيدوا يقتلوا المزيدين من الأطفال إليك لقد أثار الضحك بصوت عالي بين أعضاء البرلمان حيث يبدو أن الأمور تسير في ألمانيا وكأنها مصرحية هزلية زيد نضحككم فيديو أحد آخر خاتي شوفوا الجيش الكاندي الآن يعدو من بين أقوى جويش العالم وشوفوا الآن كيف كانوا يمشوا في معرض أمام الشعب الكاندي صراحة فيديو أخوتي غريب للغاية من هناك حتى تسيق وكأنه لم ينطروني وشقا على هذا المشي من تلفى داخله في بعضها نسافي وسط الرجال واحد يتحي هكذا واحد وواحد مسكن تلفلت وكما يمشي أنا شايفين هالي راحنا للرنسو أبليو فلارمي خاوتي والله العظيم واحد ما يعرف واحد وكنا نقدروا نديروا هذ المشي عادي بلعوا ونطرنا مو بلعوا ولو أسفقت النمط تالي الدين شركوا في هذا الموضوع خلاص الآن خلونا نروحوا للأخبار شوفوا الفيديو خاوتي لهذا المغنية لا تسمعها يا ربي والإسانسيال أنا شفيت لها خاوتي واسمها بيونسي جا تتغني وجدتغني خاوتي في السعودية وبلباس فاضح كما راكم تشوفوا يعني تقريبا راهي نصف عارية حاجة ما يتبان فيها قصد كل شيء يبان فيها وهذا خاوتي كان الأمر في السعودية في مكاني مكة المكرمة هذا الأمر أثارها خضب الكثير من المسلمين العرب علىه ليس الاستقبال السعودية لهذا الأمر وإنما التنفيق لبتاح الآئمة السعوديين علىها ما كنت تهضروا على هذا الأمر يك حرام يك حرام الغناء أصلا فما بالك الغناء بلباس عاري في أقدس الأراضي وهي أرض مكة المكرمة لك أكيد الكلام دا مش في السعودية ولا موسم الرياض والناس بتحب تحزر ولا كمان يقولوا أن تركي أهل الشيخة كان أول الحاضرين يعني هنا بيقى صاري يقولنا بلي زحمك شغلة هاي غمضوا عنينا ونديلوا في بينا بلي ما نشعر في بلي هذا أمر كان في السعودية أيضا يعني هي لم تكن المغنية العريانة الوحيدة لحضرة هذا الحفلة جوا مغنية أخرى كثيرين قالك وين للعرب وين للعرب من شر هذه هذه ثاني جد طاني قالك وين للعرب من شر ما اقترب أبناء القبائل من يدعون الدفاع عن الدين والكرامة والأمائنا أنتم هل تنتظرون أن يهدم ما تبقى من عزة والكرامة أمام أعينكم وتنتظرون الهلاك صراحة أخوتي أنا لا أكترث لاستقبال السعودية يحبوا يستقبلوا شي يحبوا يدبروا يسانهم لكن الأمر المثير للإهتمام هو نفاق أئمة السعودية هل سيجرأ الكلب الخامج التح السوديس اللي الكلامي على هذا الأمر يقول بلي كما هو أنظر يقول حرام لا لم يقولش علىه هو يقول فقط هل يبدو الناس يدعو للشعب الفلسطيني يقولهم بلي ما تدخلوش في الحاكم انتم ورشاكم في هذا الأمر خوتي وتنفق لها الصارف السعودية ولو نراكم في التاريقات أرواحوا روحوا خوتي للخبر اللي كنتوا تستنعوا فيه بزافة لكن شايفين الخامجة هذه خوتي اللي دحست على العالم الجزائري وأثارت غضب الجزائريين هذا الأمر حدث في إيطاليا ومباشرة بعد هذا الأمر الفيديو هذا أغضب الجزائريين وكأنك تدحس على قلوبنا الجزائريين طبعا مستكتوش على هذا الأمر ما لبدو يديلوني الانفستيقاصيون حول هذا المخلوق ما لعرفوها شكون هي وعرفوها وين تسكن وبيعوها للحكومة الإيطالية ثم تبين لاحقا أنها متابعة قضائيا في المروك سرقت أرزاق الكثير من المراركة باحتيالها وحتى المراركة وميحبوهاش وزع ما طائحة تكره الجزائريين باش تكسب عطف المراركة إلى أن المراركة حتى هم يكرواها وخليني يقول لكم أخوتي هذا الفيديو كان سببا في سقوطها رغم أنه ما دخلتش إلى الحبس على الجيل كنت تدحس على العالم الجزائري إلى أن هذا الفيديو هو اللي يفضحها وخل الناس تبدأ تحوس عليها وتعرفها وين وسيتم إرجاعها للمروك للمتابعة قال لك خمس سنوات سجن لرباب المغربية الخامجة هذا قال لها قليل فيك خمس سنين وسمع أخوتي يقول لهم أوه راح مر مالغضب مش عفلة تريك وتاعه هو اللي يرجعه حمر ولا هو راح فرحان بزيف هذا جزائري راح فرحان كي يسمع الخبر تحد المخلوقة لدخلها للحبس خليكم في الأول وسمع أخوتي يقول وشوفوك في خلاص تعليه في الحبس كما كنت شوفو هنا استيف زيز واحدة أخر منها قطعت العلم الجزائري وراي تبزق عليه بعدما كانت مدحسة عليه في الفيديو السابق وراي لابسة زحمها لابستها للمتخب المغربي لصنصير هي بدق قلصة وتعيف ومشوى خامجة بدقصة شوفوك في خلاص تعليه تسمعوه اليوم الحاضر يبلغ الغيب الحاضر يبلغ الغيب على باب على باب المروقية يعيش في إيطاليا يقضع لها خمسة سنين حبس خمسة سنين حبس بقاضية كبيرة قد دراسها اصبرها ردرك شوفت وضوك الحق خمسة سنين حبس دعوها الحاضر يبلغ الغيب ليسا تنيس كي ما نقوله احنا العلم الجزائري وقطعت العلم الجزائري وداخله في بوليسيكات كبيرة هالزوها لازم الحاضر يبلغ الغيب على باب المروقية في السجن افرح يا جزائري وتحيي الدولة الجزائرية واليحيي عمي سبون ويحيي عمي شنجريه اههه! اطمك! ترجمة نانسي قنقر ترجعهم وهربت من أهل مروك وراحة للجزائر وعفوا راحة الإيطالية وهذاك المغرب اللي كان يحضر هذا الكلام حتى ما يحب الجزائر ولكن كان يقول الحقيقة الناس قد تعرفها فتوموا شاكم في هذا الموضوع خاوتي إذا برد قلبكم دينونا لايك ويلا لبقيات التفاصيل والمواضيع الأخرى مبثل الجزائر في الجمعية العامل الأمم المتحدة يقوم بتهديد شديد اللهجة لفرنسا شوفوا معي خاوتي وشقيل ثم نحن نتحدث عن الموضوع وأنا أريد أن أقوم بتحديد الموضوع من ماذا 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 مع القانون الدولي وإن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ولشعب الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي فقط ولهذا الشعب الحق بدعم من الأمم المتحدة في اختيار مستقبلهم بحرية بلدي الجزائر أود أن يستمع إلى وستسعى بلدي إلى التنديد أعني التنديد بكل المعاملات المتعلقة بالسيادة في الصحراء الغربية المزايا الاستراتيجية أو الاقتصادية أو التجارية يعني باق أوسين ممنوع تسرقوا من المروك وممنوع تسرقوا من الصحراء الغربية وممنوع تسرقوا من أراضيها الخيرات وكل هذه الأمور ويمكنك تخمين ماذا ومن أتحدث عنها باق أوسين فرنسا وأخيرا سيدتي وسادتي أود أن أؤكد أن الجزائر لا تزال تثق في المبعوث الشخصي السيد ستيفان ديميستورا وأنها تعرف في نفس الوقت عن هذا الدعم عن أملها في أن يأتي طاقم المبعوث طاقم المبعوث بعد ذلك أبريل مع الحل السياسي الحل السياسي مقبولة من كلا الطرفين المغربي والصحراوي والذي يمكن أن تدعم السعي إلى أنها مصير الشعب الصحراوي والشعب الصحراء الغربية ما يقعون سيدتي أخوتي كيف أعلاج لكم تهديد شديد لها جماعة فرنسا يعني قالها فرنسا غير مكان لها الدخل يروحك في أمور لا تعنيك الأمم المتحدة راه يقول شيء والإتحاد الأوروبا راه يقول شيء أنت وش دخلك؟ وأيضا في وقت سابق كان قلبوزي الخارجي الجزائري يعني أن أمر احتراف فرنسا بمغربية السحراء لا يعني شيء لأنه قلب لي لا يمكن لمن لا يملك أن يعطي لمن لا يستحق فتو مرشاكم في هذا الأمر ونراكم في التعليقات شو معي هذا الفيديو خاتم معبر وجميل جدا ما نعلقش فيه بزي فخليكم تشوفوه باركة لا تبحاني هل افتناء لله فقط قالينو خمس وين نحن يولو قالهم لا لا مات نحنوش لا تبحاني هل افتناء لله فقط فقط تغيب الناس سلمعي السلام رجل يا رجل هل افتناء والحناء والعبودية لا قالهم الحناء والعبودية شيء آخر تماما في المقابل شوفوه ما يصير في المروك عباكم عنده هذيك شغل طوقوس أو غير طوقوس تعال العبدة يوقف دائما كما هكذا عنده واقع نهار في الشهر ولا نهار في العام يوقف كما هكذا وجوه المسؤولين يبدو يركعون ويبدو يقولوا يا الله يحظك شدي ويبدو يركعونه يستجدونه كما هكذا هذي طوقوس في المروك تحدث دائما هو يقعد ووقف هكذا في العودة التاعه ومديني له هذيك الكاسكيته تعضل ويقعده هما يستجدونه يركعونه كما هكذا زي ما بيش يثبتونه الولاء صراحة المروك مكان حتى بلد كما هي في العالم يعني شفت هذه الظاهرة غرب من هنودة والبقرة التاحام ليعبدوهم وشت تهنيثة الآن هذه الظاهرة في المروك مع البقرة التاحام الكبير محمد السيدس تم ارشاكم في الموضوع اريد انشارك معكم في الاخير هذا الفيديو اخواتي لهذا النابغة الجزائري يا مواجينيو طرف الصغير الجزائري عنده تسع مؤلفات تاح كتب وكلها مشي كلم ليكيدي كلها كتب جميلة جدا قرافة كتاب واعترفوا بها شوفوا معي هذا الفيديو رجل او لكل انسان اسمه في نصيبه اسمي المعتصم بالله هو ثقميدني ابن الاوراسي الاشم اصغر كاتب في الجزائر الام لدي تسع مؤلفات خمسة صدرت واربعة قيد الطباعة الاول حكايات عبر باكورة اعمال الاول الفت عندما بلغت عقد الاول في الكثير من العبر يستفيد الاطفال من القيم في زمن انتشرت فيه الرذائل وكثرت فيه المفاسد اما مؤلف الثاني والذي صدر بجزائي الاول والثاني بعنوان براعم الاوراس تقرأ براعم الاوراس تكتب واحيي من هذا المنبر الشريف الكريم استاذ ذوادي شهرزاد مديرة المكتبة العمومية التي منحت لي كل الوسائل والظروف وسنحت لي الفرصة ان اشكرها في هذا اللقاء الجميل مديرة ذوادي شهرزاد مديرة المكتبة العمومية والى السيدة الوزيرة الوزيرة الفاضلة سوريا مولوجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتظرونا شكرا على المشاهدة والى اللقاء اشتركوا في القناة